التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة مجموعة فامسون أجريفام العالمية ذلك على همش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين وأكد مدبولي خلال اللقاء متابعته لمقامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر وذلك بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن بمشروع الدلتة الجديدة منوها إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه وفقا لأحدث النظم المطبقة في هذا المجال وتم افتتاحه خلال مايو الماضي ومن جانبه أشار داري جون إلى أن الشركة ساهمت في إضافة قدرة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن مؤكدا في الوقت ذاته على سعي الشركة للتوسع في مشروعاتها في مصر في العديد من المجالات وذلك بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري ترجمة نانسي قنقر